السلام عليكم كانت منكم تكونوا كلكم باخير والاخير اليوم ان شاء الله غادي نوجد معاكم عرضة من الولة الاخر عدنا مقبلة طبق رئيسي وديسير كانت منكم تشجعوني بلي لايك والاشتراك في القناة عالم سعاد والبرتاج مع الاصدقاء والاحباد ديالكم وفي المواقع الشيماعية باش تعمل الفائدة على الجميع وما تنساوش الضغط على الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد نمشيوا المقادير وطريقة تسحدير غادي نبدو ان شاء الله بالفلوم كيحتاج لتلاجة وخصو يبقى باش يبرد مزيان وحد الليلة كاملة بلو مجمد كناخدو واحد المقلاو كنوضعوها فوق النار مهيلة كنضيفو لها كاس اللاروب ديال السكر سانيدة او للسكر الخشين وكنتسنو على هات سانيدة تكدوب وكتولي كراميليزي صافي وكننحركوها وما نخليوش هاد الكاراميل تكيت تحرق يلا لقيناه آآ يعني اللون دياله هو هادا كنطفيو النور ونقوم الصمرين بتحرق كنضيفو تقريبا واحد الكاس كبير ديال اللوز بالقشرة دياله ومهرمش وتقدرو تديرو بلاسو الكوكا وتقدرو تديرو تديرو بلاسو آآ القرقاء اي نوع من المكسرة تقدرو تديرو كندقاو مستمرين احنا سنحركو في هادا اللوز تكي يشد اللون كنضيفو ليو هادا المعالقة كبيرة ديال اللاسل صافي وكنتفونا كنشدو هادا خالد ديالنا او هاد اللوز ديالنا وكنديروه بين ورقتين وكندلقوه بالمدلك باش كيعطيناو حاد الصمت يكون رقيق كناخدو آآ ثلوتين كنقطعوه وكنتحنوه فطحانا باش كنخليه ببودر والثلوت الاخر هادا كوه اللي بغينا نزينو به اما نقطعوه بالموس او لا عشوائي باليادين ديالنا او لا بهالتقطع ديال بيتزبح البحال كناخدو هاد المسحوق اللي تحنت قدامكم كنزيدو رابعة ديال كريمة السائلة حلوه كنضيفو ايطرود لاروب ديال الحليب وعدنا جوش خنيشات ديال واخدها غانيوريها لكم اللي ما عندوش يقدر يدورو فلان وهاد صافي آآ كنحركو جميع العناصيرها فيهم السكر كنحركو مزيان وكنوضعوه من فوق النار النار متوسطة وباستمرار وحنا سنحركو باش ما يتحرقش نعمل داخل مني كي وجد لنا كنوضعوه في هاد المول ديال السيليكون او لاي مول كنغطيو عليه وكنديروه في تلاجة عادية غادي نبدأ غادي نشرمل هاد قطع ديال السمك غادي نوضع شوية ديال زيت زيتون واحد اللي معي يلقى ديال توابل ديال سمك ديال آآ البسطيلة كتسباع جاهزة واللي ما عندوش تقدروا تديرو التوابل اللي عندكم ديال شرمولة ديال الحوت وكندف واحد المعلقة ديال الففلة حمراء وغادي نزيت شوية ديال الففلة السودانية وشوية ديال اللي بزار وتقدروا تضيفو شوية الملحة غادي نشرمل هاد القطع ديال الحوت ونشرمل ديال آآ عندي بعض الحبات ديال الكروفيت تقريبا واحد قل من الرابعة شي كمية قليلة ماشي بساف تقريبا واحد عشرات الحبات او لتناشرة حبة يعني دك الشي قليل وغالي يجي وحد المنظر زوي كان نخذ هاد القويدات وكان بدأ كان دير كروفيتا هي اللولة وكان ديف ثلاثة القطع ديال هاد السمك انا خذت هاد سمك نسيت الاسم ديالوغا سبادا سبادا قطع ديال سبادا مفاش شوك صافي بنشرمل وكن قادو وكنديرو فاد القويدات وكنغطع لي وكنوضعو في المجمد هادي درتها ليلة من قبل غادي دنوضو في صباحي ان شاء الله كان بداو عدنا واحد الحامض مصير وعدنا شوية ديال قوزبر ومعد نوس وشوية ديال توم تقريبا واحد راس ديال توم كان نطحنوهم زيان مع الربيع وعدنا معلقة كبيرة ونص ديال سكنجبير وتقريبا معلقة كبيرة ديال الليبزار سكنجبير دائما تيكون غالب على الليبزار وعدنا معلقة كبيرة ديال خرقوم البلدي كنوضعو ذاك القوزبر ومعد نوس القالي فقط تقريبا واحد جمعة كبار وكنضيفو ذاك الحامض المصير كنحيدو ليه العظيمة ديالو كتاوو كنعودو بحلة كنطحنوه كنضيفو واحد المعلقة صغيرة ديال السمن وعدنا واحد الكاس كبير ديال الماء اللي فيه شوية ديال الزعفران الحر واللي ما عندوش زعفران الحر تقدرو تديرو الملوين اولى ضامة ديال الزعفران غادي نعطيكم هات تخليطة اللي درس ديال الدجاج اليوم تخليطة فاسية تقريبا ما فيهاش توابيل الاخرين ما فيهاش قع قلاب سيبيسة وغادي نضيفو واحد المعلقة صغيرة ديال الهريسة وشوية الملح ما نكتروش الملح صافيو نضيف ديال الحامضة مصيرة وغادي نضيف لكم واحد المعلقة صغيرة صغيرة بالسفد ديال ففلة حمراء كسعطيه واحد اللون وقد جربو وحكمو غادي تنوضو تقول يا ما كداش ففلة حمراء غادي تعجبكم ان شاء الله وقنضيف واحد نص حامضة كندير العصير ديالها صافيو كنخلط مزيان كنجيب دجاج ديالي اللي تيكون مغصول من قبل الى بغيتو طريقة ديال تنضيف دياله باش غايجيكم حتى دجاج هو الغسيل باقي تنقولها وتنعودها لغصتو دجاج مزيان را كيعطيكم البنة زوينة بزف غادي نخلي لكم الرابط ديال الغسيل ديال الدجاج اسفل هاد فيديو كنشد هاد جاج وكنشرملو مزيان بالفخاض في اي بلاسة كنخشيدي وكنشرمل مزيان حاولو البنات شرملو دجاج مزيان باش كيشرب ديك العطرية وتقدرو تشرملو وتخليو الى بغيتو انا ما خليتوش ليلة كاملة خليتو حد تقريبا نص ساعة ما شرملتو تصبح جبتو من الفريقو في الليل وخليتو تطلق واصباح شرملتو كيشرب دجاج ديالي عندي ربعة دجاجات كنشد هاد رجيلة ديالهم باش كنربطهم بوحد الخيط غذائي كنربطهم كاملين صافي غادي نجيب واحد نجرالي كانو ضعها فوق النار غا نستفع دجاج ونعطيكم واحد النصيحة من الاحسان دجاج ما تشريوش كتر من جوج كيلو انا كناخدو بالريش دياله ما كناخدوش وكناخدو تقريبا كيلو وتمنمية كيلو وتسعمية مثلا ما كناخدش جوج كيلو الفوق من الاحسان تاخدوه صغر من جوج كيلو صافي كنضيف واحد الكاز ديال الماء كبير في الجنيبات ما تديروش فوق الجاج باش ما كيتتغسلش وكنوضعو فوق النار وكنتشكوب واحد القسيب ديال شوى باش ما كيبانوش دوكت ما كنديروش اللي دوكتو توقع بكبار الاحسان غاب هادا ولا بشيموس تقولي صدر دياله مزيان باش كياخد ديال شرمولة وبالنسبة للنار كتديرو نار متوسطة ما تديروهاش قوية كنديرو واحد العويدات ديال القرفة غادي تقول لي القرفة ما كتداش كدار وكتجي بنينة بنينة بزاف غادي ندير مبدائيا واحد الراس ديال البصلة باش كيدخل مع الجاج ومن بعد غادي نضيف البصلة غادي نضيف كاساخر تقريبا الماء بالنسبة للبنات المبتدئات غادي تديرو غادي يقدكم في الطياب ديال الدجاج غادي نعودو نقلبو الدجاج مرة اخرى دبا غادي نقلبوه على السدر وغادي نخليوه يطيب على خاطره على السدر تقريبا غادي تسولوني تقول لي ياش حتى يبقى تل ديال الوقت الدجاج كيبقى على حساب دجاج واش كبير واصغير المهم بالنسبة للبنات مبدائيا نعطيكم تقريبا شي ساعة المقانة مني كتدخلو العطرية مزيان وكيدخلو الطياب كنضيف واحد الكاس كبير ديال الزيت كاس كبير ديال العنبة ديال الزيت وتقدرو تديرو تلكاس اونس البنات مني كنحس بيطاب صافي كنحيدو كنسقطرو كنحيدو صافي مني كنحيدو كنحيد تهد نجرحة كبيرة شاد ديال البوطة كاملة غادي ندير غاف هاد الكوكوت باش غادي نشحر هاد البصلالي غادي نضيف كنضيفت قريبا واحد جوج كيلو ديال البصلة البصلة كاتبقى على حساب الاختيار ديالكم إلا بغيتو الدغميرة بزاف تقدرو تديرو تثلاثة كيلو ديال البصلة ما بغيتوش الدغميرة بزاف رغتديرو مثلا كيلو ناص عنا درت جوج كيلو وتقدرو تديرو كيما قلت لكم تثلاثة كيلو غادي نضيف هاود جوج خليتو تيبرد تماما غادي نضيف القنيسة دكشي كلو ديال قشيبشات ديال جوج ونخليهم تيطيبون عسل مزيان ديك البصلة ندغمرها مزيان ما شيف العسل غام دغمرها هادا الروز عندي نس كيلو ديالروز لي سلقتوه في الماء مملح وصفيتو من الماء مزيان بالنسبة هاد الروز والخضر وكل شي هات الشي ديالشلاثة من الاحسن وجدوه للمن قبل غادي ناخد واحد المعلقة كبيرة ديال المايونيز تالجوج وغادي نضيف باش نخفو هاد المايونيز غادي نضيف انا واحد جوج مع القبار ديال الفرماج اي فرماج تتبغي وغادي نضيفه باش كي يجي جي هات الشلاثة خفيفة ما نكتروش مايونيز او لا اللي ما بغاش غادي نضيفه جوج مع القبار ديال المايونيز وغادي نضيفه يا غورس طبيعي بلا سكار غادي نضيف شوية ديال البزار وغادي نخلط مزيان هاد الفرماج وهاد المايونيز و المايونيز اللي لا بغيتوه منزيلة غادي نخليه لكم اسفل هاد الفيديو كي ما اكتلكم اللي ما بغاش يدير الفرماج غادي تديرو كاس يغورسة ما بغيتوش غادي تكترو ديرو اربعة المعالقة ديال المايونيز غادي نضيفه حد جوج علاب ديال الطان لصفيتهم من الزيت وغادي ندير واحد هاد المايز واحد العلبة صغيرة ماشي كبيرة تايا صفيتها وشلتها مزيان وعندي شوية ديال الجلبانة وشوية ديال وحد الخيز زوية تايا مقطعة صغيرة مصلوقين بالماء والملحة صافي وغادي نخلط هاد الشي مزيان هاد الشي درتو من بعد ما درت الجاج خليتو تايا طيب وحيتو درتو يعني تقريبا ديك الحداش او لا قبل ما الحداش تقريبا شي العشرة باش غادي نخلط هاد الروز مزيان وغادي نديرو في داك المول دياله ونوضعو في تلاجة ونغطيه ونخليه باش كي يبرد ومنها كي يجمع هاد هو المول اللي بغايت ندير في السيليكون تقدرو تديرو تافي المولات العاديين صافي نغطي عليه ونوضعو في تلاجة هاد هو الترتيب وتصنضين باش كي يجي كل شي ساهل عندي هاد القوق اللي شديته وصلقته في الماء والملحة والحامض واحد المعلقة كبيرة ديال الطحين باش كي يبقى بيض صافي وصفيتو عندي بتاتة ساية كذلك مسلوقة اضفت لها شوية الملحة شوية زيت زيتون شوية ديال اللي بزار والمعدنوس وعدنا البربة هيا اللي سلقتها ليلة من قبل كي تسلق كل شي الخضر وغادي تغطيو عليه بلا ما تديرو التوابل وتخليو تالي الصباح وغادي تبدو وديرو فيه التوابل ديالو نضيف لها شوية ديال الملحة وشوية ديال الخل او لها شوية ديال عصير الحامض وشوية ديال البصلة نقطع ولبزار وغادي نضيف شوية ديال الزيتون زيت الزيتون نديروها وجربوها على حسابي غادي تجي رائع وليما قد توجو زيت زيتون يمكن لكم تديرو زيت المائدة عندي تقريبا وحد ربعات الجزارات او ربعات الخزوات حكيتهم في الحكاكة الغليطة كنضيف لهم جوج مع القبار ديال السكر سنيدة وكنضيف لهم واحد نص حامضة مع السرق وغادي نخلط مزيان كي يجي هاد الخزو اكتر من رائع زوين بزوين بززاف سهو غادي نخلطو مزيان صافي دابا ان شاء الله غادي ندريسي هاد شلادة ديالنا كناخد الرز هو الاول كنوضعه في الوسط كنجيب الخزوات الخزوات هوا غسلته مزيان ودرته في الماء وشوية ديال الخل او من بعد غسلته مزيان وغسله مرة وجوج باش يحيد منه قاعد طرار صافي كنوضع القوق كما قلت لكم القوق فيه الماء والملحة طيب مسلوق ومعلقة ديال الدقيق باش تيبقى بيض صافي كنبدأ وكنديرو المهم عينكم ميزانكم وعلى حساب الرغبرة كل شي يعني كل شي كيعرف يقدم شلادة الحساب الدوق ديالو وعلى حساب التفنون ديالو غديرو على الحساب قانتكم كندير شوية ديال البطاطة وشوية ديال الباربة البطاطة كنديرها في الوسط باش كيجيني داك اللون ديال الباربة من هات الجنب واللون ديال الخزو من هات الجنب كيعطي واحد اللون زويل صافي كنقم ستمراء على نفس الكيفية كنكمل هات الدورة مني ساليت كنجيب ديك جلبانة والخيزو لشاطلية في المام ومليح وكنديروهم شوية زيت وكنديروهم في القلب ديال القوك انا هات الدريساج ما بغيش نزربوليكم حس بزاف البنات اللي كيبغيو هات التفاصيل الدقيقة باش كيفهمو كناخد واحد المقلة وكنضيف لها واحد المعلقة كبيرة ديالزيت وغاتينتهن في هات المقلة كاملة من بعد ما اجبت هاد القطبان ديال السمك صافي وكنوضعه مني كي تحمرو ليه كناخد واحد الراز ديال الاناناس اللي كندورو وكندير في هاد القطبان الصغاري وكنوضعو في الواسط باش كن نوقفو وجي ميطيحش كندير ليهدوكم ميطيشات صغار كندور وعندي هاد الخيال اللي شديته قطعته بدك سكين الاقتصادي ودورته على شكل وريدات يعني العملية سهلة كناخد هاد لدان في مي كنديرو تهوى في هاد القويدات وكندير فيه معاه وحد مطيشة وهذا هو الزين ديالي كنضيف ليهم شوية ديال الفروماج والبيض مسلوق كذلك يعني كتقدروا تفنوا وديروا اللي عندكم شلادا اللي هي ساهلة ولكن في المنظر راقية وجميلة بزاف بالنسبة لهاد السلاطة عجبات الضيوف ديالي بزاف رحاتهم وعجباتهم وبهراتهم زي ما رائع رائع لا في الشكل ولا في المضاق منيك نقدم هاد شلادا وكنحطا نقلس معاهم واحد شوية ناكل معاهم شوية ولكن في نفس الوقت غادي نرجع الكوزينة باش غادي نقدم الطبق الثاني طبق الثاني تكي يقربوا يجيوا نحس بهم بأنه قربوا يجيوا كان يكون مدخلة دجاج حمرته مزيان يعني هاد البصلة ولا صوس أعلكت البصلة مزيان وضفت لها شوية المعرق حتس احنا كان بغيو نغمسه صراحة ما درش ديك الدغميرة الدغميرة درت ثلاثة دجاجات في الطبصيل خليس واحد بالنسبة للتراري والزوج ديالي صافي كان بدنقاد في الطبق ديالي يكون سخون مزيان مخرج جد جاج من الفران سخون لصوسة هي بقى فوق النار سخونة منيك يكملوا سلطة ديالهم ديك ساعة كان نجمعوا طبلا ديال اولى طباصل ديال الشلادة كان جمعوهم كان حيدوا دك شي وكان ديروا الطبق الثاني كانكونوا موجدين الكيسان موجدين المنظم موجدين الخبز كل شي موجود دك شي باش يجي دك شي ساهل ساهل بزاف وهاد جاج بوحد الماطق جزوين جا بسيط انا درتو على حساب الناس اللي ما عندهم مش توابل ديال جاج دك الشي علاج درتو غادي ينرجو لهاد الديسير الديسير قلصت معاهم قلص معاهم شي شوية السواب ضروري خصو يكون او من بعد ترجع تخليص ومتي يكملوا ورجعت للديسير باش غادي نقدمو كان اخد هاد الكاراميل اللي تيكون في صشيات تيتبع مع الفلو وكان بدن زين به زين ساهل وجه هاد الفلو منوش لكم اكتر من رائع قاعد ضيوف ديالي اللي جا وعجبهم عجبهم بزاف كانت مننا تجربوه وطردو لي الخبار كان اخد هاد اللوز اللي كنت درت قدامكم اللي قطعتو عشوائي اولا قطعتو ب قطع ديال بيزا كان ديرو في الواساط كان ديرو في الجنيبات كان اخد هاد التبصيل وكان ديرو فوق تبصيل واحد اخر كان جيب التسير تيالي انا بنسبة للتسير تيالي تفاح العنب كل شي غسلتو اللي لا من قبل وبالنسبة للعنب كان قطعو يعني عنيق دات كي مسلا نقولو صغارين وكيتغسل في الخل مزيان وكان غسلو مرة ووجوج وكان سقطرو وكان خليه في تلاجي برد صافي وكان بدأ نحط كالفواكيل اللي عندي وكان دير هاد العنبات بحالة شكل باش ما كيجوش كبار باش اللي بغي يهز شي وحد تيهزو كيجي سهل كيجي سهل في الغسيل وكيجي سهل سف اللي بغي يهز واحد تيجي كان اخد كيو كان قسمو على جوج كان اخد آناناس كان ديرو في هاد الأويدات بحالة شكل كان دورو على الطبق كان اخد وحد تقريبا ثلاثة الموزات اولى ثلاثة البنات وما كيجي وزوين كيجي الطبق اكثر من رائع زوين زوين بزاف صافي هادو وطبق ديال تيسير تيالنا اللي هو سهل سهل بزاف وعجب طيوف ديالي بغره وبغاو المقادير كيتسنو في الفيديو صافي من بعد نوحة القيوة وحطينا معاو الى بغيتو بحالة تشكيلات غادي نخلي لكم اسفل هادو بالنسبة لهادو وراكن تشريتو بصحة وراحة استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله